عبدالله في الناس الله والمعرفة أهدى اولاد سنوية عامة مرحباً لكي قصدتك لدينا عمسي لدينا رجل معنا مستر محمد مقتار مرحباً شكراً اليوم سنعود لنستمرار لتعاملنا بحيث نفسنا لدينا حلقتين قبل كده وطبعاً مستر محمد في حلقتين قبل كده قال إن هو ماشي بالترتيب يعني إحنا طبيعي لازم نماشي السرية أو النريشا لتعامل القصة واحدة واحدة فطبعاً لو انتوا لسه فاكرين معنا الأحداث هنشوف مع بعض المسلم حمولها يكمل ويواف عندي الحتة اللي احنا قفنا عندها تفضلوا وسعنا شكراً شكراً مستر عصام كما قلنات في قصة قبل سابت قمت بحيث أو قمت بحيث لتعامل الرجل رجع الملك اللي هو الرجل الرجل ورسل لتعامل 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 ويقوم بحيث ليس بحيث تركيز ويقوم بحيث ويقوم بحيث ويقوم بحيث إلى المدينة في العلاج كان المفروض خلاص كورنيشان تم ويعني لا يمكن من الممكن أن تفعل أن رسل دل ليس رسل دل ونحن الطريق العودة أو لتعامل رجع الملك ذا الأصر بتاعه ورسندل يترك البلد زي ما كنت بقول ما حصل دلوقتي بيقول وي دو رسندل هنشوف مع بعض حالاً وي دو رسندل أن سابت نيد بيرمت تليف سيتي عارفين كلمة بيرمت اللي هو إذن كتابي ليه محتاجين إذن كتاب عشان نسيبه المدينة هنشوف كده الإجابة مايكل مايكل كنترول سيتي طبعاً ديوك مايكل كان هو ديوك استرالسو هو كنت بقول كده زي حكم دار العاصمة هو طبعاً الملك بيملك كل شيء في غياب الملك لا لكن على البوابات نفسها بتاعت المدينة ديوك مايكل ليه أعين زي منقول فمنقول ديوك مايكل كنترول سيتي سيتي ومتعلق زينده من زينده لذلك لا يريد الناس اخرج الناس تمام؟ طيب سؤال كمان كيف احنا محتاجين تصريح من الملك للخروج هنجيب التصريح ازاي؟ سابت يمكن تصريح كم الناس سابت كم الناس سابت 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 إلى كم الناس كم الناس تمام؟ تأتي سؤال كمان بيقول كم الناس سابت سابت وانا يصنع لذلك سابت 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 وانا لذلك يعني مطلوم منه من سعب ان هو يحمي غرفة نوم الملك because they had told the people that the king was asleep because he got tired from a busy day and he mustn't let fritz mustn't let anybody especially the duke كان بيحذروا سابت ويقولوا duke michael might want to enter might want to see the king هو طبعا عارفه مش الملك لكن يحب يمكن يشوف يقابل الملك never to allow him to go in غير مسموح بالمرة even on your dead body حتى على قثتك ان هو يدخل الغرفة بتاعة نوم الملك how do sabt and rassendil get out of the palace طب خرجوا ازاي كان مستر عاصل نقشنا الكلام ده قبل كده في حلقة قبل كده لكن تفكركم بيه تاني ازاي خرجوا من غرفة الملك why do they go this way طب وليه بالطريقة دية they go through a secret passage كان في ممر سري وطبعا سابت had worked for the late king and he knew all the secrets about or inside the palace عارف كل الاسرار or secret passages الممرات السرية داخل الاصر عشان كده سابت ورسندل went through a secret passage in the wall and out of a secret back door من خلال باب خلفي they do this why because they don't want anyone to see them and they want to be able to think that the king is in his bedroom who else is riding to zinda حنا كنا عارفين اني the king and the real king was at the cellar سابت and رسندل now on their way from the capital estrelso to zinda to get the king back and رسندل to leave the country but they were not the only person on the way to zinda there were other two i guess you remember who were they or who they were now الوقت بتأكيد كلك فاكرين هم مين ونشوف مع بعض السؤال بيقول who else is riding to zinda which way do they go at the fork انتفقنا fork مفترق مفترق الطرق كان فيه طريق يؤدي الى زكاسل الالعة and the other way through the forest leading to the hunting luge انه طريق سلكوه الاتنين بعد which way do sapt and rassendil go وانه طبعا طريق اتجه في rassendil وسapt طبعا اللي كان راكب في نفس الوقت على نفس الطريق كان ديوك مايكل and his servant or his man ماكس هولف تمام كان طبعا موجب في التوقيت ده في نفس او وره منه مباشرة following them ديوك مايكل and his servant or his man ماكس هولف the brother of johan both are riding to zinda they decide to go to the castle طبعا طبعا قرروا روح الألعى sapt and rassendil went to the hunting lodge وهنا كان في مفرقة duke مايكل asked ماكس هولف whether to go to the castle الألعى to the mansion or to go to the hunting lodge and ماكس هولف proved to be to some extent a wise man إلى حد ما أو على القل من خلال الموقف ده بالذات طبعا في موقف تاني he was never wise يعني to be asleep during your duty and to be killed ده كان يعني careless بالمرة لكن في الموقف ده he was really wise فعلا ماكس هولف كان حكيم يعني was able to give the proper advice to the duke ل duke مايكل أن مسر أسامويل tell us more about this situation in particular فضل مسر أسامويل during the coronation there was a message all is well 3 كلمات all is well يعني كله تمام ايه بقى كله تمام دي معناها ان your plan the duke michael or duke michael's men telling him that your plan was a success everything is under control طبع منين under control و already في كين التاوغ so that's why he had to go to zenda to check اول ما وصله وان كان فكرنا هنا التفريع عن طريق كلمة fork اول ما أبلو بعد عن طريق هنا زابت wanted to make sure who was following him he realized that after a while that duke michael is coming with max holfe and he listened to their conversation all is well he was afraid that the king was making a trap for them at the hunting lodge هو فاكر انه ممكن يكون في فخ الملك عامله ابعت الرجالة ولك كله تمام طب يعني بالفرد ان الملك ارى بتاع duke michael فهنا يبين ماذا حرص duke michael على انه ينتقي رجالة cunning as him برضو مكرا مكرين كلهم زي فالراجل بيقوله هنا احنا احنا ايه اللي ودينا حياتي احنا نتأكد من رجالتنا اللي هنا نشوف ايه الحكاية هما بيقولوا ان they already kidnapped the king or the plan is alright تعال بقى نروح الحتة دي في اللحظة دي تعالوا نفرق كده الكاتب بتاعنا كان زكي مبين لنا في الشيدز او مبين البوشز زعط was about to fire or to shoot the duke right في اللحظة دي ده فورصة احنا نستطل ونخلص منه but luckily he was quite wise at this moment because shooting the duke on the same day on the very day of the coronation will not be so good for the king الملك الحقيقي فعلا مش موجود في القصر وصعيتها ما كانوش يعرفون اذا كانو ملك اتخطف ولا ليس صراحين في السكت بالضبط كده يعني ممكن تقول النساب refused to kill the duke because this was not quite good for the king himself طيب دلوقتي خلاص احنا اتفاقنا على كلمة all is well زي ما كان بيش حمص العصام all is well اللي كان الجملة اللي بيقولها ماكس هولف ليه زي ديوك بيقوله if all is well احنا تحيانا او رسمنا صورة كده اللي ممكن يكون حصل وما تكربش في القصة ان ممكن زي ما كان من المسل الاسلام ان زي ديوك got a message got le rsala a written message telling that all is well all that was written in the message is just three words كان كل المكتوب في الرسالة اللي وصلت لديوك مايكل من رجال طبعا الأكيد الموجودين في زي دا رسالة مكتوبة all is well يعني كل شيء على ما يرام لكن what was the interpretation of that التفسير بتاع الكلام دا ممكن يكون في الرسالة دي معناها طبعا مش هقوله كده قدام الناس ان تم خطاف الملك هي بدأ غباء منهم اللي بحتز رسالة كل شيء على ما يرام هو he went himself أو he himself went to to check to be quite sure that what he planned for had already been achieved اللي خطط له تم بالفعل فعمل ايه التفسير بتاع كلمة all is well بالتأكيد كان مقصود بيها that the real king was kidnapped was captured and was taken from the hunting lodge to wherever they want because سابت and فريد when they went to the hunting lodge they discovered that the king and johan's mother were gone but joseph was killed but they yes they are quite sure that the king was kidnapped but where he was kept they don't know or they didn't know okay طبعا بكده خلاص تحقق للمقرب أو الغرض what was the duke planning for he went directly to the according to Max Holff's advice he went to the castle to the mansion among his men and for sure now he knew that his brother the real king Rodolf was at his under his power and is kept as a prisoner in the castle of Zinda but why didn't he kill him now why didn't the duke get rid of his brother أنا كنت عايز أخطفه أخلص منه شبا الملك طب ليه أنا دلوقتي ما قتلتهوش yes he can't do this at that moment why because he knew if he did so لو عمل كده if he killed his brother راسندل would stay a king forever راسندل بمساعدة طبعا سعب to Fritz هيستنى ملك وللأبد because at least in front of people he is the crowned king الناس عارفا ان ده الملك المتوق بالنسبة لهم فكني يخلص من أخوه معنى كده ان راسندل هيستنى ملك and راسندل for sure in a later moment he would kill the duke هيتخلص برضو من ذا duke if the king was or the real king was killed بماك لحيق فعلا تقتل هللاق على طول duke مايكل بالنسبة له أفوارطة لان احنا جبنا حاب خلاص ما كانوا اللي هو من راسندل و duke مايكل نفسه ممكن يتقتل وتستمر طبعا مملكة under راسندل ساب and فريد 's control طيب سؤالي يا مستر عصام بيقول لي what when they went back to and راسندل they as we said found that the king was taken was kidnapped the woman was gone I mean johan's mother and they found the kerbis or the body or the dead body of joseph what was the other plan or what was ساب's plan what did he ask راسندل to do فاد first he asked راسندل to do a favor a great favor for the country under the king when he was sick he couldn't be good enough to be crowned so راسندل at this moment accepted to play the role for only one night but now after he finished his mission he realized that the king is kidnapped we went to do one night and we went to do one night and we went to do one night and we went to do one night but already the real king is not here the real king is not available and of course it's not wise for them as a body of the government after the coronation it's supposed to have a king in the morning الملك التوج مبارح الملك التوج الملك التوج الملك التوج مبارح ودامنا يسلم على الناس وخيره يسلم على الناس طبعا it's not wise it's very dangerous for them even not for even for راسندل himself راسندل for the first time he was asked to play the role of the king but this time out of his generosity or out of his nobility out of من منطلق النبلي he continued the role because he wants to know what happened to the king and also saving the king if he left the country at this moment it would be easy for the Duke Michael to kill the king خلاص احنا خلاص على المنتهين لكن he had to continue of course there was continue of course there was a lot of argument and a debate between him and that طبعا هي مش سهلة no it's impossible this is impossible for me this is very dangerous الاغرنية كان الملك بتاعه موغود وهو يوم وها مشي لكن now you are asking me ده هنا الكلام على السان راسندل now راسندل is trying to blame ذا how can you or how could you dare to ask me to continue the king someone might recognize me even the princess herself في التطويق نفسها الاميرا يقول you look different انت شكلك تغير طبعا الحاشي يخص والا كلام ده كله يعني he is not the king that she is familiar with so he had راسندل had to continue the role of the play till they find a way to rescue the king or to see what has happened to him okay thanks thanks Mr. Assam the question the first is tell your soldiers to ride ahead of me I don't need them or you again tell your soldiers to ride ahead of me I don't need them or you you can wait here until I have contained through the old town alone طبعا من الجزل اخير ده اللي قابلة تضحت I or until I have continued through the old town alone يترى من الكلام ده who says this to whom for sure this was said by راسندل to the Marshall or to Marshall Strakench الكلام ده كان بيقوله او القوم لدي الها راسندل للمرشال طيب امتى بقى او فين على طول هلأ الاجابة بيقولك where are they and when الكلام ده حصل فين وامتى they are in the streets of Estrelso طبعا من دم يعني according to the ceremonies المراسم بتاعت التويق ان المفروض الملك in a procession في موكب كده go around the city بيتجول او يطول في المدينة فطبعا الكلام ده تم in the streets of Estrelso or on the way to the palace في الطريقة الاصر going from the station to the coronation احنا كنت مفروض جايين من محطة القطار at Estrelso to the coronation place this is before the coronation immediately كان الكلام طبعا بيتم قبل حفل التويق why does the speaker say this طب ليه كان بيقول الكلام ده بيقول له انا مش عايزك لانت ولا الجنود بتوعك انا هكمل لوحدي he want to act as a king من البداية رسندل wanted to act as a king or a real king عاز فيعلا تصرف كملك ملك حقي to be a king for the whole people he wanted the people to know that he trusted them كان عايز يخلي كمان all the people especially those who live in the old part of town he wanted them to trust or he wanted to show them that he trusted them بيسق فيهم and for this he was waiting for their trust وفي المقابل طبعا كان مستني سقتهم هما بي سؤال كمان بيقلي من الكوتيشنز كمان you mustn't try too hard I am not sure it was a good idea to ride alone through the old town Duke Michael won't like it if you become too popular with his people you know نركز في الكوتيشن دا مهم you mustn't try too hard يعني ما كانش النهارده انت عملت حاجات غريبة ما كانش لازم يعني ايه تمثل الدور قوي بمعنى صاحب العمية كده كانش في داع للتصرف ما كانش في داع للتصرف too hard كده I am not sure it was a good idea للأسف ما كانش فكرة كويسة to ride alone بعد الموضوع ما خلص through the old town Duke Michael won't like it if you become too popular with his people متحقوش تروح نكتيني Duke Michael مش هيحب فكرة كنت تبقى يعني قريب جدا من الناس بتوعه you know طبعا who said this to whom this was said by Fritz to Rasendil الغريبة بقى ان Fritz هو اللي بيقول الكلام دا لمين Rasendil where and when they are in the king's bedroom خلاص بعد حفلة تتويق كانوا لوحدهم after the coronation طبعا بحضور سات why did the person السؤال التالث في الكوتيشن بيقول لي why did the person ride alone through the town سؤال عندي وضع على الشاشة هو قدامي why did the person ride alone through the old town and why want Duke Michael like it if the person becomes too popular طب ليه عمل كده راسندل وليه Duke Michael مش هيحب لو راسندل او الملك يعني هيكون محبب لدى اللي هما الناس اللي عايشين في الجزء العديم في المدينة راسندل wanted to act like a real king as I said before and to show that he was not afraid of the people بيبين انو مش خيف من الناس he wanted them to trust him as he trusted them and he wants to show that he trusted the people Duke Michael won't like it because if he tries to become king the people will probably support him لاني Duke Michael بيعتمد بيعتمد كبير جدا على the people in the old part of town he promised them of a change there might be some kind of hope to get rid of the real king and Duke Michael would be the king and would help the poor لو توقعين كده طبعا هو كان واخدهم بس يعني كمؤيدين لي عشان يخلص من زرية ال king but if the king اللي هو راسندل becomes popular it will make it harder for the Duke to get the support of the people or to get the throne يبا صعب عليه جدا حصوله على العرش another quotation if all is well why go there كان دا كوش مهم جدا بيقول if all is well لو كل شيء على ما يرام why go there يا ترى there دي عايدة عن أنه مكان and if all is not well ولو كان كل شيء مش على ما يرام مش زي معنا خططنا I fear there will be a trap هايبا بالتأكيد في هنا ما السيادة لينا السؤال دا جميلة جدا مستر محمد قلتنا حاجة حلوة قوي في وسط الكلام هو المكان دا فيه دا معنى كده اننا المتوقع يجيدي مسلا سؤال فيه quotation طبعا كران حافظين مين قال لي مين دا كمان ممكن يروح حطط لي مثلا زي كلمة دير يحط تعطيها الخط يقول what does the underlying word refer to تمام what does the pronoun آه يعني وممكن تما فياريت يبقى واغدين بنا من حد دي برضو اسئلة محتاجة تركيز تذكير شوية تمام الكورشن تنا هباي if all is well لو كان كل شي على مرام why go there طب لين روح هناك and if all is not well طب لو كان كل شي عكس ما توقعنا عكس ما خططنا I fear أنا أخشى there will be a trap ان يكون فيه مصيضة فيه فخ بالنسبة الكلام طبعا ده كان ماكس هولف to the duke ماكس هولف كان بيكلم duke مايكل عشان كده كنت بقول من شوية ان ماكس هولف proved to be cunning يعني maker أو wise يعني على اقل يعني thinks in a sensible way بيفكر بيطلع عقلانية شوية تمام فالحوار ده كان بين وبين duke مايكل كانوا فين طيب where were they they were on their way or on the road between estrelso and zinda في طريقهم من العاصمة estrelso on their way to zinda في الطريق الى zinda طبعا to be sure that the plan was working well or not what there كلمة there هنا زي ما كنت بقول عايدة على ايه what do you think he means by all is well وتفتكروا ايه كمان يقصد ايه بكلمة all is well نوطمهم من جدا كلمة there هنا معناها the hunting lodge ايه اللي يودين هناك لو احنا جاينا رسالة بتقول لنا انه كل شيء على ما يرام كل شيء على ما يرام طب ايه اللي يودين بقى the hunting lodge احنا اتفعنا قبل كده انه تفسير الرسالة دي the only interpretation for this message اللي وصلت لديوك مايكل هي اني the king or the real king was captured the real king was taken was kidnapped was taken from the hunting lodge to somewhere they knew to quite well لما كان هم معرفين كويس طيب لو انت ده ماكس هولف بقى بيكلم duke مايكل لو الرسالة بتقول لنا انه كل شيء على ما يرام يعني الملكتر محتطافه طب ايه بقى اللي يودين التاني the hunting lodge لاني كانوا فين مترددين either to go to the hunting lodge or to go directly to the mansion and the castle فطبعا ده كلام ماكس بيقول له ما نروحش هناك لان لو كان كل شيء على ما يرام بيجد بقى زي ما رسالة بتقول يبقى احنا مفيش داعي طب لو كانت ده خدعة واكبروا حد they forced يعني ممكن يكون راسد او زريال كينج himself الملك نفسه ده and he has been forced one of our men to write this يمكن يكون how they managed to get one of our men to work as a spy for them قد يكون الملك الحقيقي استطاع يجنة حد من رجالتنا يشتغل سفاي يشتغل الجسوس علينا تمام فممكن يكون الملك اكبر حد من رجالتنا يكتب رسالة دلينا وساعتنا نروح الهانتنجلوج نلاقي فيه تراب نلاقي فيه مصيدة فيه فخ مستني انهناك ويبقى ساعتها راسندل تم تتويجه في استريلسو واصبح الملك قدام الناس والملك الحقيقي موجود هنا وطبعا يتخلص مننا ويبقى بكده احنا بقى اللي اتضحك علينا مش هما يعني فطبعا كان ده يعني رأي سديد وكان صح وكانوا وكانوا مستطيع إلى المنزل أو المنزل من المنزل أين يستقصوا يستقصوا الأمر يعرفوا الأمر يعرفوا كل ما في الموضوع يعرفوا الحقيقة هي هناك فين بالضبط يعني إذا كان الكلام صح أو لا لو الملك مخطوف فعلا هنعرف أنه موجود فين في القلعة هنشوفه مش مخطوف يبقى كده ناجينا من من الفخ أو المصيدة اللي كانت مستنينا فين في الهانتين جلوج ونرجع تاني الجملة بتاعتنا فجزي ما اتفقنا إن كلمة there كان معناها the hunting lodge وكلمة all is well probably means that the duke's plan all is well يعني خطة duke مايكل وشرحها قلنا إني the real king was kidnapped or was captured تمام طيب عندي كمان كوتاشن بيقول we will go back هنرجع the king will be back in the capital again احنا شفنا لما ساب ورسمدل دخلوا in hunting lodge as we said they discovered that there was no king يوهان's mother was set free by someone and they concluded that she might have told duke مايكل زمن about ساب's plan طبعا هنا بقينا اتلوص هنعمل ايه انا كنت جايب رسمدل عشان يغادر اصلا الروتينيا ودلوقتي مفيش ملك موجود في العاصمة في ستريلسو طيب ده لو حصل نفس الكلام ده بعملناش حاجة لان ديوك مايكل بكرة الصبح حيقول لك سابسو هيكون موجود في العاصمة طبعا ازاي ازاي مايكون موجود في العاصمة طبعا الكلام ده كان من سابت رسمدل سابت بيكلم رسمدل where are they and what had happened they were in the hunting lodge كانوا طبعا احباي كلمة lodge ممكن تكتب كده امريكا انجليش او نضيف ليو هنا عشان تبقى بريتش نير زندك في الموقع طبعا كانوا في المنزل الصيد بالقرب من زندة الموجود في الغابة يعني they have found جوزيف dead and the king is gun الملك تم اختطافه وجوزيف كان قتل تمام طيب ازاي تقول بقى انه يبقى فيه ملك بكرة الصبح ازاي وحنا عارفين الملك اتخطف اصلا احنا we are quite sure متأكدين that the rail king was already kidnapped الملك فعلا تم اختطافه لكن فكرة فين بالظبط يعني he was locked as prisoner where exactly we really don't know فين محتفظين بي حاطين ما يحبصن وفين من اعرفش وازاي انت بقى يعني بتكلمني بكل ثقة يا سابت وبتقول ان the rail the king عموما ان الملك هيكون in the capital again tomorrow طبعا this was quite astonishing to راسندل himself طيب ليه بقى how will the king be back هنشوف هذا البقتي in the capital tomorrow ازاي يكون في ملك موجود بكرة راسندل will continue ده سابت بقى بيخطط انه يقنع راسندل مرة تانية to go to عشان نرجع تاني to the capital and continue pretending be the king يستمر في الادعاء او التظاهر بانه ملك سابت wants راسندل to continue to pretend to be a king but was it easy mister assam for راسندل to accept or to agree on or with سابت's plan تفتكر can what was his excuses or his ways of defending himself against accepting the idea of going back to the capital in such conditions he couldn't accept as he did for the first time he has more than one thing to worry about first he realized that the princess thinks or senses something strange about his new personality yes in the first step I was going to replace the king for only one day so there is not enough time for anyone to realize another king but now you are asking me the impossible you are mad this is impossible because he is going to rule a country and he was afraid that someone else beside the princess might recognize him so this is a mad plan because the first one by luck was planned and he was successful at his plan but this time we have a problem you are asking me to do as the king will have to do I am sure I will have to write the king for the second step there is a meeting important meetings important documents to sign I am to call him Malik Malik will sit on a whole country so it was not easy although there is something new happened we have something else that happened already Duke Michael has kidnapped the king you would call someone on the one هذا ليس منافس وعلى خصمة بسيطة لا ده الرجل ده أكيد عنده بلان واثنين وثلاثة فرانيك في المدين أو تستطيع التعامل من الرجل ليس بسيطة لذلك ليس بسيطة لرازندل ونحن نتذكره هذا الرجل ليس متهول للدرجة إنه حياته أفضل نعم، وعلى أقل خلفتنا عن رازندل نعم، كانت مستهولة شخص انتهازي لكن ليس بسيطة لتأكيد ليس بسيطة لتأكيد ليس بسيطة لتأكيد لأنه أحبت لتحيات سهلة بسيطة لم يكن أرد أن يعمل لأنه كانت لديه الكثير من المستوى لتأكيد ولكن لأنه كان أحبت لديه الكثير من المستوى ومن المستوى لتأكيد 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 هذا كان لطاق روتانيا أولا ثم لطاق ومن المستوى أنه كان ضد الأفكار الشريدة لتأكيد ديوك مايكل طبعا بكل الصعب ولكن كان هناك أحد مستوى 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 بكل المعلومات الممكنة درش أبدا نتغافل دور سابت 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 فرددس they don't have the right to be kings المفروض زي ما كنا مقوله بالكده الترتيب the real king أو ردولف ألفبرغ is the older son of the late king الابن الأكبر للملك المتوفى وفي نفس الوقت كمان ديوك مايكل besides being the younger his mother also was not from a royal family عشان كده his mission to get himself or to put himself in a position of a king was really difficult but he was very very ambitious كان طموح لأبعد مدا you can say that he was really cunning and evil character because he was ready to kill his own brother even if it was a half one but and again to marry his fiancee princess Flavia but again this was because he was really greedy كان فعلا إنسان جشع تمام طيب يبقى الإجابة زي ما قال مستر عصام كده على السؤال بتاعنا he plans that rassendl will remain as king إذا كان الماكل حقيقي هيقتل على يد ديوك مايكل فطبعا الخطة اللي عملها سابت إن رassend لنفسه يستنى a king and forever طيب هنشوف كمان سؤال حباي وإزا ما شايفين كده الأسئلة بتاعتنا دايما بتتنوع من الأسئلة العادية وإلى الأسئلة الكوتيشن حد يسألنا مستر عصام عن find the mistake ليه ما نبصش على صفة find the mistake لا وليه مش هنبص هان كده هنبص تاكد بس اللي عايز أقوله يعني إن إحنا ممكن من خلال معلمات اللي بتكلم فيها دي أصلا ما بشرحها فأنت ممكن تحط جملة خاطئة وتوبقى دي إيه إيه أصلا الجملة الخطأ اللي أنت ممكن تتعدي لها وتقول الصحة بتاعها تمام فهنفيش مشكلة يعني تعال نشوف سؤال كمان بيقول why do michael's men have spades what does it mean that they were going to hide their evil work سؤالين يا مستر عصام في الصميمة هم why do michael's men have spades للناس دي ايه كان عندها زي ما قلنا آآ جروف أو جامعة تمام what does it mean that they were going to hide طب كان مقصود إيه بأنه هم كل واحد فيهم شايل جروف ورايح يخبي their evil work العمل الشرير كان مقصود إيه بالكلام ده واحتراج الهم من the evil work ده يطلعي الأول أيوة بالظبط they are going to bury Joseph's body رحين يدفنه يدفن كلمة bury Joseph's body قصة بتاعة Joseph so no one will know about his murder محدش بها يعرف or find out about his murder يكتشف جريمة الأكل أو يعرف عنها and the evil work for sure here means killing Joseph طبعا عمل الشريك رسندل كان بيبلغ أو بيقول لسابت خلي بالك أني لازم we must be sure that some of these evil men should join Joseph عايزين بعض هؤلاء الرجال يلتحوا أو ينضموا إلى Joseph طبعا Joseph لاتمعت معناها المقصود بها أن هم يموتوا زي رسندل mean that some of them should be called as a revenge تمام they should join Joseph in death طبعا not in a university شي خشي قامعة يعني ينضموا لأيه طبعا في القاتل لأن شفنا طب مستر رسام بإمكانك ماذا يتحدث بإمكانك رسام رسام ذلك يعني يريد أن هذا لا يريد أن يريد أن يتحدث أن أصدق بعض وعض بعض أو بعض أو بعض نحن نحن ما أصدق بإمكانك أصدق أصدق أو أصدق أصدق أم أحاول نحن قومنا بدور المالك ولكن أحد دفع حياته تمن هذا الأول يجب أن أصدق لرسام عدد هذا نحن أيضا وعض حتى أنه كان صديقًا؟ كان لديه حياة للقيم؟ إنه صديقًا نعم نجد أن سابت وفريدز يمكنهم يساعدون يمكنهم يساعدون ويساعدون ولكن رسندل حاولت أن تقتل دوك ميكال من الرجال دوك ميكال من الرجال من الرجال من الرجال من الرجال من الرجال كان شخص منتظر كالعادة و لم يسأل أسئلة لأن سابت وفريدهم كان يسق فيه تمامًا ما بيسألش أسئلة تعال نشوف سؤال على الجزء يدية بيقول لي ليه سابت بيقول الخادم بتاعه فريلر طبعاً على المدخل بتاع السكرت باسج من الناحية التانية بقى بيقوله الرجل بيسأل فالتانية بيقوله كل الشباب بيحبوا يركبوا خيل يعني هو ده شيء محرم على الملك يعني يعني مش عايزين نعرف حد بقى إن الملك الحقيقي تم اختطافه وده واحد احنا جايبينه بيمثل دور الملك وكن راحين مثلاً نجيب الملك الحقيقي لأنها اختطف لا ده هنا عايز يقوله يعني إن احنا أنا كنت مع الملك عشان كان حايم بيركب خيل زيه زي اي شاب في سنه يعني فطبعاً هنا سابت 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 وشفنا طبعاً خلصت الكلام سمعنا سابت هو بيقول لرسندل أحياناً 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 جيب كنت مع الملك سابت أحياناً برسندل ما يستخدمه هذه طبعاً عن سابت ابت قد رسندل فى احياناً عندما يحاول أن ترى كيف يمكن أن تساعد محاولة أو تساعد محاولة رسندل حتى بمفسه نعم هل هذا يعني أن رسندل كان جيداً؟ هل تعتقد؟ بالطبع نعم من خلال موقف كذلك وموقف كذلك طبعاً رسندل كان جيداً يعني متعلم جيد يعني من هذا الموقف يمكن أن تصنع ذلك أنه يمكن أن تكون كيف يمكن أن يكون كيف يمكن أن تكون جيداً لا يمكن أن تقول عن ساعدة أو فرز عن تلك الأشياء حتى على ساعدة أو فرز هناك شيء معالك يجب أن يحتفظ بها لكن ما كان سنة أسام كان لن يجب أن يتواجه نفسه مع هؤلاء الناس ومع هؤلاء الناس في الجرس الحروس والمعاقات المقابلين أولاً دي أدعوه ليساعد الأساس بالمعاقات المقابلين للأساس لذلك يعتقد أن جاءت هنا في محاولة مناقعة فقط لأدعوهم هنا يبدو أن الاميره كانت نفس الناس لا تحباها كيف يصل على الناس كان قاد يصدق أن يصدق الناس بأولاً كان يصل إلى تأخذ الأفلام وقالت تربيه من هنا يشاهد أن الكعب يصمت له فأنتجنا أن ذاك هذا اناس stamps جاد يصدق الناس وعندما يقوم بحقاً لهم وعندما يظهروا فيه فهو يباوهم حتى الناس لما بصت للملك الراجل مستناش نحن نعلم على الملك نحن نعلم على رازن تل هنا يباوهم كمعنى للملك هذا يعني أنا روح لكنني اعرفك لذلك فهو يبدأ تحرير الناس أو يباوهم يعني احتراما لهم فالاحترام بيزباك فلما احترام الناس ابتدت الناس تحبه حتى زيارات المتكررة حتى زيارات المتكررة فلما احترام الناس لقد احتراما لهم تعتقد انه كان روح فهو روح روح نفسه لا يمكن ان تفكر فيه حسنا 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 كان روح روح كان روح كان كان مجرد مجرد لا نعرف رسولندل احسنا الناس الناس أو سترالسو احترام الناس والمجرد احترام الناس احترام الناس احترام الناس هنشوف ده هو سؤال سريع كده من هم رجال ديوك مايكل يساعدوه من اين هم من هم من اين هم طبعا كل ده حاجات بتفكرنا ان احنا ازاي نوصل لشخصيه او نوصل للمجرد حقيقي ونحرره من ايدين ديوك مايكل طبعا كان يحكي طبعا سابت و فريدز على خاص بيكلم راسندل بيقوله سابت و فريدز يتحرك في المنزل كل الوقت ثلاثة من روتينيا واحد فرنسي واحد بلجي واحد بلجي واحد بلجي واحد بلجي سابت و فريدز يتحرك بيدي يعني هنا مثلا سام كان فيه اهنت كده او كان فيه لامحة اني زريا الكنج و كانت فيه لامحة و كانت كدنابت و لا نعرف أين هو و لكنه هو لامحة كيف يمكنهم ذلك عرفوا كيف لأنه فقط ثلاثة من الناس و كانوا في العاصمة ثلاثة بس مغلقين في العاصمة و لا يمكنهم أن يتحرك المنزل بلجي حتى هناك شيئا مهمة في مكان آخر لكي ترى التنين مغلقين فين استنتاجا كده يتحركوا أن الثلاثة من الناس يتحركوا الناس في زندة و أين كان يتحرك اوكي هذا فقط طبعا مصر محمد نحنا كان نفسنا نطول أكثر من كده بس الآن ما بنقول كده عسلة القصة ما بتنتهيش و دايما لما بنكرر سؤال مرة و اثنين و ثلاثة أكيد المعلومة بتثبت وبنخل الأولاد أو البنات عموما الفكرة نفسها سابتة عندهم فالسؤال بقى يجيزة ما احنا كاتبين تتغير الصيغة بتاعته المهم الفكرة اللي احنا وصناها لهم إلى حد ما سابتة طبعا مصر محمد شكرا لك على تحركاتك شكرا لك شكرا لك مع هذا المشاهد نحن نعود إلى النهاية نعود إلى النهاية نعطيك نعطيك اشتركوا في القناة